موسيقى رئيس السيثي يؤكد على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا موسيقى بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوية لأوكرانيا موسيقى وزارة الدفاع البلاروسية تعلن أن الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا مقلقة موسيقى السبعة صباحا الخامسة بتوقيت جرينتش نشرة إخبارية جديدة تأتي حضراتكم من القاهرة أهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة فيما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عملية التنمية جاء ذلك خلال استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة التالس الفرنسية لبحث التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال التكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني كما وجه رئيس السيسي بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة التالس من حيث تدريب والتأهيل العملي والفني وذلك الإعداد كوادر من المهندسين في المجالات المتخصصة استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة باتريس كين رئيس مجلس إدارة شركة تالس الفرنسية وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري ولواء أركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات والعقيد بحري أحمد عدل بالقيادة الاستراتيجية إلى جنبي كل من السيد كريستوف سالمون نائبي رئيس شركة تالس وسيد شريف بركات مدير شركة تالس مصر صرح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التبحث حول أفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية في مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونية والأمن السيبراني وتطبيقاتها في القطاع المدني والخدمي وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات وشركة بنها للصناعات الإلكترونية وقد أكد السيد الرئيس بوجه عام على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا خاصة ما يتعلق بنشاط الشركات الفرنسية في مصر ومساهمتها في عمليات التنمية التي مثل نجاحها في مصر نقطة انطلاق لها إلى مختلف دول المنطقة وتطلع مصر لمواصلة هذا التعاون وتطويره لسيما مع الشركة تالس ذات الخبرة العريقة في مجال البصريات والإلكترونيات كما وجه السيد الرئيس بالاهتمام برفع القدرات البشرية في إطار التعاون مع شركة تالس من حيث التدريب والتأهيل العملية والفنية وذلك لأداد كوادر من المهندسين في تلك المجالات المتخصصة من جانبه آرب رئيس مجلس إدارة شركة تالس عن الاعتزاز بلقاء السيد الرئيس لبحث مسيرة التعاون مع مصر مؤكداً أهمية دور مصر كحليف استراتيجي لفرنسا ومشيراً إلى الحرص على تعاون المسمر مع مصر بشأن مجال نشاط الشركة وكذلك ما يتعلق بالتدريب والتعليم لنقل المعرفة وتوطين الصناعة وتعزيز قدراتها في مجال البصريات أكدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أن ملف تمكين الفتيات يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إيماناً بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته وأن الاستثمار فيهن هو الاستثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن جاء ذلك في كلمة مسجلة ألقتها السيدة انتصار السيسي خلال افتتاح الاحتفالية الخاصة بالمبادرة الوطنية دوي لتمكين الفتيات التي تم عقدها بالمتحف المصري الكبير بسم الله الرحمن الرحيم السيدات والسادة الحضور الكريم سعيدة جداً بمشاركتكم اليوم احتفالنا بالتقدم الكبير في ملف تمكين الفتاح ذلك الملف المهم والأقرب إلى قلبي والذي يحظى باهتمام خاص من الدولة المصرية بقيادة السيد رئيس الجمهورية إيماناً بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل وراء ذاته وأن الاستثمار فيهن هو استثمار في بناء مستقبل أكثر إشراقاً للوطن ولطالما أثبتت فتيات مصر أنهن على قدر الثقة والمسؤولية ولعل إطلاق مبادرة دوي لتمكين الفتاح المصرية من أهم المشروعات التنموية التي تشهدها مصر في تاريخها المعاصر بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة خير دليل أيضاً على ما يحظى به ملف تمكين الفتاح من دعم ومساندة من أعلى مستويات الدولة المصرية وأكد فخري بما حققته المبادرة الوطنية دوي من نجاحات حتى هذه اللحظة في الوصول إلى فتيات مصر على أرض الواقع بقرى 21 محفظة للاستماع إليهن في المدارس ومراكز الشباب والجامعات وغيرها وتنمية مهاراتهن الحصول على المهارات والمعلومات والخدمات اللازمة للنجاح وبالتالي تأهيلهن وتمكينهن لخلق مجتمع متفهم ومؤمن بالمساواة وختاماً رسالتي إلى كل فتاة مصرية أنت قوة مصر ومستقبلها المشرب والأمل في مجتمع أكثر تقدماً وازدهاراً وفي انتظارك عصر زهبي طريقه ممهد بكل التشريعات والقرارات لتساعدك في تحقيق أحلامك وطموحاتك لترفع اسم وطنك في كل موقع وكل مكان مصر كلها معك بقياداتها ومؤسساتها ومبادرتها الوطنية وكل الشكر لجميع القائمين والشركاء الداعمين للمبادرات الوطنية لتمكين الفتيات شكراً لكم جميعاً أقد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي اجتماعاً مع وزير الصحة والسكان لمتابعة الموقف الخاص بدعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية وخلال الاجتماع تم الإشارة إلى أن زيادة كفاءة الإنفاق في النظام الصحي عن طريق دعم الرعاية الأولية يحافظ على حياة الأفراد ويصل عدد منشآت الرعاية الأولية إلى خمسة ألاف واربعمائة وست وعشرين منشآة على مستوى الجمهورية تقدم العديد من الخدمات الوقائية والعلاجية أعلنت توزارة الداخلية جهود أجهزتها على مستوى الجمهورية خلال أسبوع في مجالي الأمن العام ومكافحة المخدرات التي تمكنت من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال أسبوع حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط عدد خمسمائة واثنين وتسعين عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق أربع وعشرين مدرية أمنة وسابق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها قتل سرقة سلاح مخدرات وضبط معهم 294 قطع السلاح ناري وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد المخدرة وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة المنزلة بنطاق محافظات ضميات وبرسعيد والدقهلية ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية تم ضبط 88 متهما وضبط معهم أسلح نارية ومواد مخدرة وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير مرخصة ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 964 قطع السلاح ناري أبرزها 100 بندقية و80 بندقية ألية و51 مسدسا و733 فرد محل الصنع وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و100 خزينة إضافة لـ 1367 قطعة سلاح أبيض وترسيخا لمبدأ استيادة القانون نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 490361 حكما قضائيا من بينهم وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة نجحت أجهزة الوزارة خلال أسبوع في ضبط سبعة تشكيلات عصابية ضموا 21 متهما قاموا بارتكاب 37 حادث سرقة متنوع وتم كشف أموض 56 حادث ما بين حريق عمد وقتل وسرقة بالإجراح وانتحال صفا وضبط مرتكبوها بإجمالي 100 و 2 متهما وتم إعادة ست سيارات مبلغ بسرقتها وفي مجال مكافحة المخدرات وضبط المتاجرين فيها تمكنت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط 1694 قضية إدغار في المواد المخدرة بإجمالي 1921 متهما من بينها قرابة 407.5 كيلو جرام من مخدر الحشيشة وأكثر من 245.5 كيلو جرام من نبات البنجو المخدر وكمية من مخدر الهروين وزنت حوالي 92 كيلو جرام وضبط ما يقرب من 24 كيلو جرام من مخدر الايس الشابو إضافة إلى ما يزيد على 52.5 كيلو جرام من مخدر الاستروكس وعدد 34.083 قرص مؤسر و13.947 قرص ترامدون مخدر وعدد 10.214 قرص كيفتاجون مخدر هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالي 66 مليون جنيه كما تم ضبط خضية غسل أموال قدرت قيمة الممتلكات فيها بقرابة 40 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة كما وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 568 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبطات بلغت أكثر من 730 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 25 طن وفي مجالي حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأزيدة من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط أكثر من 671 طن أما في مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية فتم ضبط قرابة 34 طن كما تم ضبط 912 قضية من بينها 192 قضية خبز ناقص الوزن و196 قضية خبز غير مطابق للمواصفات في مجال قضايا المخابس نظم المكتب الإقليمي الإقليمي شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية احتفالا بمناسبة اليوم الدولي للتغطية الصحية الشاملة وتمثل جائحة كوفيد 19 والصراعات وتغير المناخ تحديات إضافية تواجه الجهود الرامية إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة في الوقت الحالي تكون منظمة الصحة العالمية في إقليمها الشرق المتوسط بتنظيم هذا اللقاء من أجل مشاركة تجارب الدول المختلفة في مواجهة جائحة كورونا ودروسة التي تم الاستفادة منها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة والهدف من هذا الاجتماع هو مساعدة الدول لصياغة رؤى وسياسات واستراتيجية تساعدها في بناء نظم صحية صلبة وأكثر متانة تساعدها في تحقيق التغطية الصحية الشاملة وكذلك الأمن الصحي نقوم بتنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت بشكل خاص لأنه غدا يوم 12-12 يصادف اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة نعني بالتغطية الصحية الشاملة أن جميع أفراد المجتمع وكذلك المجتمعات يستطيعوا أن يحصلوا على الخدمات الصحية التي هم بحاجة إليها بدون أن يتعرضوا لصعوبات مالية أو بدون أن يتعرضوا للتفكر نتيجة لحصولهم مع هذه الخدمات موضوع التغطية الصحية الشاملة هو بركز على تقوية الأنظمة الصحية علشان تبقى قادرة على إيصال هذه الخدمات للناس ولكن بنفس الوقت لما نحن بنعزز الأنظمة الصحية كمان بنعزز من جهوزية الدول لمكافحة الطوارئ ومكافحة الأوبئة زي ما حصل وقت الكوفيد صراحة هو الهدف التغطية الصحية الشاملة والأمن الصحي اللي هم اتنين بيعتمدوا على تعزيز الأنظمة الصحية في كل دولنا في المنطقة وطبعا في الدول العربية ترجمة نانسي قنقر أعرب رئيس الأوكراني فلوندمير زلينسكي عن امتنانه للرئيس الأمريكي جو بايدن على حزمة أخرى من المساعدات الدفاعية وخلال اتصال هاتفيا مع نظيره الأمريكي أكد زلينسكي أن أوكرانيا تريد السلام وتحقيقه لافتة إلى أهمية تعزيز الجهود الدولية للوصول إلى هذا الهدف من جانبه قال البيت الأبيض أن بايدن أكد أن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لجهود تعزيز الدفاع الجوية لأوكرانيا بحث رئيس الفرنسي إيمانوي ماكرون هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلودمير زلينسكي تحضيرات مؤتمر دعم أوكرانيا في باريس السرثاء المقبل وأفاد الإليزي أن رؤساء دول وحكومات وزراء 47 دولة سيشاركون في المؤتمر وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش هذا ويأتي المؤتمر بعد تصريحات للرئيس الفرنسي أكد خلالها أنه ينبغي إعطاء ضمانات لروسيا لإيجاد توازن جيد لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أكد البيت الأبيض مجدداً على أن واشنطن لا تشجع كييف على قصف الأراضي الروسية وقال منصق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي أن واشنطن لا تسهل العمليات الأوكرانية داخل أراضي روسيا وكذا أن الولايات المتحدة تحاول ضمان أن الجانب الأوكراني يمكنه الدفاع عن أراضيه واستعادة مناطقه داخل أوكرانيا وفي وقت سابق أعلن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانينوف أن كييف قادرة على القيام بأي شيء بما في ذلك الاستمرار بضرب أراضي روسيا في حالة توجيهها ضربات ضد أوكرانيا قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيبا بوريل أن أزمة أوكرانيا كشفت عن افتقار أوروبا للقدرات الدفاعية الحاسمة وأشار بوريل إلى عدم كفاية مخزون أوروبا العسكري وهشاشة سلاسل التوريد مؤكدا في الوقت نفسه أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم أوكرانيا سياسيا وعسكريا صرح المستشار النمسوية كارلا نيهامر بأنه سيواصل الحوار مع الرئيس الروسي فلانمير بوتين إن كان ذلك سيسهم في تحقيق السلام في أوكرانيا وضف نيهامر أن بلاده دولة محايدة وتتمتع بوضع خاص في الاتحاد الأوروبي موضحا أنه من المهم بالنسبة للنمسا أن تكون وسيطا في المفاوضات وأشار إلى أن استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا يقود فرص التفاوض ويعرقل الجهود المبدولة للتقريب من وجهة النظر قال المتحدث بسم الله كريملين ديمتري بسكوف إن مخاوف روسيا بشأن تجاهل اتفاقيات منسكا كانت مقدمة لشأن موسكو العملية العسكرية في أوكرانيا وتتعلق اتفاقيات منسكا بوقف إطلاق نار وتعديل دستوري بين كييفا والقوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا وتوسطت فيها روسيا وفرنسا وألمانيا في عامي 2014 و2015 موسيقى أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسية ديمتري مدفيدف أن بلاده تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة ملوحا باستخدامها ضد الغرب الذي وصفها بأعداء موسكو في المقابل قال وزير الخارجية البريطانية جيمسا كليفرلي إن لندن لم ترى أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة مشددا على أن أي محادثات لا يجب أن تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسليح نفسها في تصعيد جديد بلهجتها ضد ما أسمتها بالدول المعادية أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتر ميدفيدف أن بلاده تكثف إنتاج أقوى وسائل التدمير على أساس مبادئ جديدة ملوحا باستخدامها ضد الغرب ولم يوضح المسؤول الروسي المبادئ الجديدة لكنها تشير على ما يبدو إلى الأجيال الجديدة من الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وتفتخر موسكو بتطويرها بنشاط في السنوات الأخيرة ميدفيدف الذي شغل أيضا مقعد الرئاسة الروسية سابقا أضف أن أعداء روسيا موجودون في أوروبا والولايات المتحدة واليابان واستوراليا ونيوزيلاندا وغيرها من الدول ما يعيد إلى الأذهان شبح اندلاع حرب شاملة في المقابل قال وزير الخارجي البريطاني جيمس كليفرلي إن أي محادثات سلام في أوكرانيا يجب أن لا تكون مجرد ستار لإعادة روسيا تسلح نفسها مضيفا أنه لم يرى أي مؤشرات على أن موسكو ستدخل في مفاوضات بنوايا حسنة ومنذ اندلاع العملية العسكرية في أوكرانيا يتصاعد التوتر بين موسكو والعواصم الغربية ولسيما لندن على المستويات الرسمية والإعلامية قال الكريملين إنه بالرغم من التصريحات الأوروبية المتكررة حول ضرورة التخلص من التبعية لروسيا في الاعتماد على الغاز إلى أنها استبدلتها بالاعتماد على الغاز الأمريكي وضف المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن الأوروبيون يخسرون يوميا من مليارات مليارات الدولارات فيما يتم جاني تلك الأموال في واشنطن على حد تعبيره أعلن نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنتونيو تاجاني أن الاتحاد الأوروبي قد توصل تقريبا إلى اتفاق بشأن سقف لأسعار الغاز وأشار تاجاني لأن المسؤولين الأوروبيين في بروكسل أوشكوا على الانتهاء من التوصل لاتفاق لفرد حد أقصى لسعر الغاز وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت ألية لتصحيح سوق الطاقة التي بمجمها تقترح تقديم السقف للسعر الغاز بقيمة 275 يورو لكل واحد ميجاوات بحث بحث وزراء وزراء طاقة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم غدا الثلاثاء الأوضاع في أسواق الغاز الطبعي واخترحت المفوضية الأوروبية مؤخرا تحديد الحد الأعلى للغاز الطبعي لأن 12 دولة ترفض هذا المقترح وتعتبره غير مقبول واستخلافات بشأن سقف أسعر الغاز يأتي اجتماع وزراء الطاقة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لمناقشة التدخل في سوق الغاز الطبعي وينظر إلى الحد الأقصى للسعر الذي اقترحته المفوضية الأوروبية بضغط من عدد من الأعضاء على أنه محايد إلا أن هناك دولا أخرى تخشى أن يؤدي وضع حد أقصى إلى تحويل إمدادات الغاز إلى أسواق أكثر ربحية وخاصة آسيا المفوضية الأوروبية اقترحت تحديد الحد الأعلى للغاز الطبعي عند 275 يورو لكل ميجاوات في الساعة لكن 12 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بلجيكا واليونان وبولندا تطلب تحديد الحد الأقصى عند 220 يورو ومع ذلك لا تزال ألمانيا والدنمارك ودول أخرى تعارض بشدة المزيد من خفض العتبة وتدعو إلى طريقة حذرة للحد من الأسعار الخلافة دفعت العديد من الدبلوماسيين للتشكيك في إمكانية التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع المقرر خلال الأسبوع الجاري كما أشار إلى أن الدول غير الراضية عن الاقتراح الأحدث لديها ما يكفي من الدعم لمنع الموافقة عليها وقبل الأزمة الأوكرانية كانت إمدادات الغاز الروسي تمثل أكثر من 40% من إجمالي الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي إلا أنها انخفضت الآن إلى أقل من 10% صرح رئيس أركان بيلاروسيا فيكتور جوليفيتش بأن بلاده تولي الهتمام الأكبر للحدود مع أوكرانيا شيرا لكونها مصدر القلق الأكبر من جانبه دعا رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو إلى العودة إلى حالة السلام مشيرا إلى أنه يمكن لأوكرانيا الحفاظ على سلامتها إذا نفدت اتفاقات مينسكا أسفر أحدث قصف روسي تتعرض له خرسون عن سقوط قتلى وجرحة كذلك تعرضت مدينة أودستا المطلة على البحر الأسود لهجمات روسية جديدة بطائرات مسيرة تظل خرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا إحدى النقاط الساخنة في ظل استمرار تعرضها للقصف الروسي وذلك بعد أن استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها في نوفمبر الماضي خلال هجوم مضاد أدى إلى انسحاب القوات الروسية وأسفر أحدث قصف روسي تتعرض له خرسون عن سقوط قتلى وجرحة وأوضح حاكم المنطقة إن القوات الروسية هاجمت مجددا أحياء خرسون السكنية من خلال 45 ضربة بالمدفعية وقاذفات السواريخ المتعددة والدبابات وقذائف الهاون وقبل انسحابها في نوفمبر دمرت القوات الروسية البنى التحتية للخدمات العامة في المدينة وقصفت منذ ذلك الحين خرسون عدة مرات وفي مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود استمر الانقطاع الطارئ للكهرباء إثر هجمات بطائرات مسيرة روسية وقالت السلطة أيضا إن انقطاع امدادات المياه حدث بثبب انقطاع الطيار الكهربائي في بعض أجزاء المدينة بالتزامن توقف ميناء أوديسا عن العمل بعد أحدث هجوم روسي على شبكة الطاقة بالمنطقة لكن السلطات الأوكرانية استبعدت أن يعلق تجار الحبوب عمليات التصدير وفي مقابل ذلك تعرضت ملينة مليتيبول الخاضعة للسيطرة الروسية لضربات أوكرانية وقال مسؤول روسي بمنطقة زابوريجيا إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخين ووصلت أربعة إلى أهدافها وأضاف أن مركزا ترفيهيا دمر خلال الهجوم الأوكراني بصواريخه مارس على جانب في شبه جزيرة القرم تشغيل نظام الدفاع الجوي فوق سينفروبول وتتعرض المنطقة إلى هجمات أوكرانية متكررة كان أشدها استهداف الجسر الذي يربطها مع روسيا أعلنت توزارة الدفاع الروسية إحباط محاولات الجيش الأوكراني لشن هجمات والقضاء على نحو مئتين من عناصره بإضافة إلى تدمير منصات إطلاق صواريخ وآليات عسكرية أخرى وقالت الوزارة إن القوات الروسية أحبطت محاولة هجوم للجيش الأوكراني في محور كراسنو ليمان وكبدته خسائر في الأرواح بلغت نحو 65 جنديا بإضافة إلى تدمير آليات عسكرية وفي اتجاه دنيات كشنت القوات الروسية هجوما وتمكنت من القضاء على نحو 40 جنديا وتدمير ثلاث عربات مصفحة قال سفير روسي لدى بريطانيا أندري كيلين إن قطع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وبريطانيا ليس من مصلحة أحد واصفا إياه بالإجراء الأكثر تطرفا وأشار كيلين إلى أن العلاقات بين موسكو ولندن بدأت في التدهور في عام 2018 لكن العلاقات التجارية والإنسانية والاقتصادية ظلت قائمة بعد ذلك نويها إلى أنه بعد انطلاق العملية العسكرية في أوكرانيا ظلت العلاقات الدبلوماسية الثنائية فقط قال سفير الأوكرانية الجديدة في ألمانيا وليكسي مكيف إنه حصل في برلين على تعهدات بمزيد من توريدات الأسلحة لبلاده وأوضح مكيف أنه لا يسعى لوضع الحكومة الاتحادية تحت ضغط من الناحية الدبلوماسية ولكنه يسعى للتحقيق أن تورد ألمانيا ما لديها بشكل أسرع مشيرا لأن هناك حاجة ملحة لمزيد من الأنظمة المضادة للطائرات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع والذخيرة في الجبهة الهاتف الهاتف اشتركوا في القناة اعلنت شركة الطاقة الوطنية الاوكرانية انها خصصت اكثر من 420 مليون دولار لاعادة بناء منشآت الطاقة واوضحت الشركة ناكيف قدمت ضمانات حكومية لمشاريع ترميم واعادة بناء منشآت الطاقة التابعة للشركة بقيمة اجمالية تزيد على 400 مليون يورو وهو ما يوازي 421 مليون دولار كما اضافت انها ستشتري بعض المعدات الضرورية لاستعادة البنية التحتية للشبكة لافتة الى انه سيتم توقيع اتفاقية ضمان بين اوكرانيا والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بهدف استعادة المعدات التالفة وتمويل مصاريف التشغيل ودعم الاستقرار المالي للشركة قالنا وزير الدفاع البولندي ان جميع الدبابات التي اشترتها بلاده من كوريا الجنوبية سيتم نشرها في شمال شرق بولندا بالقرب من الحدود مع منطقة كالينجراد الروسية وضف وزير الدفاع ان هذا الموقع هو المستهدف لتلك الدبابات مشيرا ايضا لان هذه الدبابات مصممة للعمل في التضريس الموحلة والرطبة والتلال المنتشرة في المنطقة الشمالية الشرقية أعلنت أوكرانيا أن مجلس الاتحاد الأوروبي وافق على قرار بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا على الرغم من اعتراض المقر كانت المقر قد منعت اتخاذ الاتحاد الأوروبي قرارا بشأن حزمة مساعدات بقيمة 18 مليار يورو لأوكرانيا بما في ذلك فترة سماح مدتها عشر سنوات على القروض أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن تركيا هددت اليوناني بشأن عمل عسكري أشارت القاهرة الإخبارية لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن بلاده أصبحت تنتك صواريخ وهذا يخيف اليونان لفتا إلى أن أنقراء ستقصف أثناء إذا لم تتوقف عما أسمته بالاستفزازات أفادت نيابة العامة في بلجيكا بتوجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص وسجنهم احتياطيا على خلفية شبهات فساد في البرلمان الأوروبي وضف تنيابة البلجيكية أنه تم تفتيش منزل نائب ثاني في البرلمان الأوروبي وذلك على خلفية شبهات فساد قالت توزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن البلاد تعتزم تشديد قوانين السلاح بعد مؤامرة يشتبه في أنها كانت من جماعة يمينية متطرفة بهدف الإطاحة بالحكومة بالعنف لتنصيب فرد سابق في عائلة ملكية زعيما للبلاد واعتقلت الشرطة الألمانية 25 شخصا الأسبوع الماضي لاشتباه في ضلوعهم في المؤامرة وقالت وزيرة الداخلية إن الحركة تشكل تهديدا متناميا لألمانيا بالنظر إلى تساع قاعدتها من 2000 إلى 23 ألفا في العام المنصر أفادت شرطة في كوسوفو بوقوع انفجارات وأعمال عنف في شمال البلاد وذلك على الرغم من تأجيل الانتخابات البلدية المقررة في 18 من ديسمبر كما أفادت بعثة سيادة القانون التابعة لاتحاد الأوروبي بأن قنبلة صوتية ألقيت على دورية الاستطلاع تابعة للبعثة لكنها لم تتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية يأتي ذلك وسط قلق أوروبي بشأن تطورات الأمنية شمال كوسوفو بعد نشر سلطات وحدات أمنية في خطوة أثارت غضب سربيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر قلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخروف إن الاتحاد الأوروبي قام منذ السنوات بالتخطيط للوضع الحالي المتوتر في كوسوفو جاء ذلك تعليقا على كلمات رئيسة الوزراء الصربية بأن البلاد على وشك الحرب بشأن كوسوفو بسبب تقاعص الاتحاد الأوروبي حيث أشارت زخروفا لأن ذلك هو بالضبط الوضع الذي كان يهيئ له الاتحاد الأوروبي بشكل أساسي منذ سنوات يبدأ وفد أمريكي رفيع المستوى جولة أسيوية تشمل الصين وكوريا الجنوبية واليابان هذا الوافد هو الأول الذي يزور الصين منذ الواعد الذي قطعه الشهر الماضي في بالي الرئيسان الصيني تشي جيمينغ والأمريكي جو بايدن والمتمثل بإعادة الدفء في العلاقات بين البلدين كان بايدن وشي قد تعهد بموصلة إدارة المناقشة والمنافسة في شكل مسؤول بين البلدين واستكشاف مجالات التعاون المحتملة حسب ما أوضحت الخارجية الأمريكية علاقات تاريخية ممتدة بين الدول العربية والصين أساسها المصالح المشتركة والتكامل وزارة الخارجية الصينية أشارت إلى أن إقامة العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وبكين في عام 1956 مثلت البداية لإقامة علاقات مماثلة مع باقي الدول العربية ومع إشادتها بالدعم العربي لبكين في العديد من الملفات أكدت أن الصين ظلت تدعم الشعوب والحكومات العربية وتطلعاتها وتدعو إلى احترام سيادة الدول العربية من قبل جميع الدول الأخرى وترفض الاعتداء والتدخل من أي طرف كما أضافت أن نشأة حركة عدم الانحياز بمبادرة من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ورئيس يوغزلافيا جوزيف تيتو ورئيس الوزراء الهندي جواهر للنهرو فتح عهداً جديداً لوحدة الدول النامية ودفع عملية التعددية الأقطاب والعولمة الاقتصادية إلى الأمام ومع نمو العلاقات العربية الصينية كان للاقتصاد دور أساسي حيث نمى حجم التبادل التجاري بين الجانبين بسرعة وفي فترة العقود الأربعة من عام 1970 إلى عام 2010 ازداد حجم التبادل التجاري بأكثر من 620 ضعفاً وكان تأسيس منتدى التعاون الصيني العربي والذي يضم 22 دولة عضواً بالجامعة العربية إلى جانب الصين نقطة فارقة في تطور العلاقات بين الجانبين فبعد 18 عاماً من التطور تمت إقامة 17 آلية تعاون بالإضافة إلى عقد 9 دورات للاكتماع الوزاري للمنتدى الذي يهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون وتدعم السلام والتنمية وجاءت مبادرة الحزام والطريق لتضع لبنة أخرى في بنيان التكامل العربي الصيني حيث قام الجانبان بربط بناء الحزام والطريق بالظروف الواقعية للمنطقة وربط العمل الجماعي بالتعاون الثنائي وربط تدعم التنمية بالحفاظ على السلام لتحقيق تكامل المزايا والمكسب المشترك مما خلق مشهداً مزدهراً وحيوياً في كل الأماكن التي تطبق مبادرة الحزام والطريق فيها جائحة كورونا كانت كاشفة هي الأخرى لقدرة الجانبين على التضامن والتكامل حيث نفذ الجانبان تعاوناً فعالاً في مجالات تطوير اللقاحات واستخدامها والوقاية والسيطرة المشتركة وتقاسم الخبرات والأدوية العلاجية اتهمت تايوان الصين بانتهاك قواعد التجارة الدولية وإظهار تمييز بحق الجزيرة بعد إعلان بكين عن حظر وردات جديدة وضفت تايبي أنها تعتزم رفع المسألة إلى منظمة التجارة العالمية ومساعدة الشركات المتضررة مشيرة لأن الصين علقت فجأة استراد بعض السلع من الجزيرة وأن الإجراء مرتبط بتدابير فرضتها بكين في جناير الماضي يطلب من كل المصدرين لتلك السلع التسجيل لدى جمارك الصينية قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن البلاد سجلت نحو 8838 إصابة جديدة بفيروس كورونا انخفاضاً بنحو ألفين إصابة عن اليوم السابق ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة دون تغيير عن اليوم السابق ليبقى العدد الإجمالي للوفيات في الصين عند 5,235 أقامت الصين المزيد من وحدات العناية المركزة وسط تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد يتذلك في وقت خففت فيه السلطات الصينية القيود المفروضة لمكافحة كوبايد في مسعى لمواجهة الطفرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد أقامت الصين المزيد من وحدات العناية المركزية وسعت إلى دعم المستشفيات وزيادة إمدادات الأدوية وأعلنت السلطات الصينية اتخاذ إجراءات حازمة ضد التلاعب في أسعار الإمدادات الطبية والأدوية والسعي لضمان تدفقها بسلاسة مع تنامي المخاوف من تفشي كوفيد-19 على نطاق واسع بعد تخفيف القيود الصارمة على مستوى البلاد وحذرت إدارة الدولة الصينية لتنظيم الأسواق من التلاعب في أسعار المنتجات المضادة لفيروس كورونا مشيرة إلى الحاجة إلى حماية أرواح البشر والحفاظ على صحتهم بشكل أفضل يتذلك في وقت اتخذت فيه السلطات إجراءات لتخفيف قيود رئيسية من سياسة صفر كوفيد التي انتاجها الرئيس شيجنبينغ بهدف إعادة فتح الاقتصاد وقررت السلطات التوقف عن فحص كوفيد-19 لسائقي الشاحنات وأتقم السفن الناقلة للبضائع محلياً مشيرة إلى أن إزالة هذه القيود تهدف بشكل خاص إلى ضمان الإمداد السلس للإمدادات الطبية بما في ذلك اللقاحات وأدوات الاختبار والأدوية والكمامات وحذرت السلطات الصينية تعطيل أو إغلاق غير المصرح به للطرق السريعة والممرات المائية والموانئ ومحطات القطارات والمطارات للامتثال لتخفيف القيود وقلصت الصين التي تغلق حدودها أمام السفر الدولي وتقيد السفر غير الضروري للمواطنين منذ ما يقرب من ثلاثة سنوات مدة الحجر الصحي إلى يومين للمسافرين الوافدين الشهر الماضي أطلقت اليابان أول مركبة فضاء إلى القمر من قاعدة كيبا كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية وتهدف المركبة إلى وضع قمر اصطناعي صغير تابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا في مدار حول القمر للبحث عن رواسل المياه قبل أن تهبط في فوهات أطلس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعلنت السعودية تعليق الدراسة اليوم الاثنين في جامعة أم القرى ومدارس تعليم مكة المكرمة وجدة وبعض المناطق الأخرى أضحت إدارة تعليم محافظة مكة المكرمة وجدة أن قرار تعليق الدراسة اليوم تم بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وللحالة المطرية المتوقعة وحرصا على سلامة الطلاب والطالبات بدأ بركان نوويغو في جواتيمالا مرحلة جديدة من الثوران مصحوبة بانفجارات وتدفق حمم بركانية وقذف لأرماد أقال معهد علم البركين أن الثوران البركان الذي يبلغ ارتفاعه نحو 3763 مترا ويقع على بعد حوالي 35 كيلو مترا من العاصمة جواتيمالا انفجارات منخفضة ومتواسطة وقوية متواصلة كما يتسبب في حدوث نافورة متوهجة من الحمم البركانية التي يزيد ارتفاعها عن 500 متر فوق فوهة البركان وعمود من الرماد يمتد لأكثر من كيلو متر من قمة البركان وحتى الوقت الراهن لم يتم الإبلاغ عن أي عملية إخلاء من المجتمعات الموجودة قرب البركان وفقا لمتحدث باسم التنصيق الوطني لمكفحة الكوارث الطبيعية والآن مشاهدين وقفة مع أخبار الصحافة والتي نستهلها بصحيفة الأخبار التي أبرزت في صدر صفحتها الأولى لقاء رئيس السيسي مع رئيس شركة تالس للبصريات والإلكترونيات والأمن السيبراني ونوهت الصحيفة إلى تصريحات رئيس السيسي بتواصل التعاون مع الشركة الفرنسية لدفع التنمية وإعداد كوادر متخصصة وكذلك أبرزت الصحيفة تصريحات رئيس الشركة الفرنسية التي أكد فيها أن مصر حليف استراتيجي لفرنسا وأن بلاده حريصة على توطين الصناعة صحيفة ودير شبيقل كتبت مقالة تحليليا عن فنلندا وتأثر علاقاتها مع روسيا وتحت عنوان كيف تحمي فنلندا نفسها من جيرانها أشارت الصحيفة الألمانية لأن الروابط الوثيقة التي كانت ذات يوم تجمع فنلندا وروسيا لكن بعد أن شنت الأخيرة عملياتها العسكرية في أوكرانيا بدأت فنلندا التفكير في الدفاع عن نفسها والسعي بكل قوة لانضمام إلى حلف النيتو الأمر الذي يؤثر سلبا على علاقات البلدين صحيفة لوفي جارو تناولت قضايا الفساد المتهم فيها أعضاء بالبرلمان الأوروبي وأشارت الصحيفة الفرنسية لأن البرلمان الأوروبي في قلب قضية فساد منذ يومين حيث تمت على خلفية القضية عمليات تفتيش واحتجاز في بروكسل وإيطاليا لأشخاص متهمين بالانتماء لمنظمات إجرامية وغسيل أموال وفساد صحيفة الاندبندنت استعرضت الوضع في ميناء أوديسا الأوكراني الذي أصبح بدون كهرباء بعد أن استهدفت روسيا منشأتين للطاقة وتركت حوالي مليون ونصف شخص بدون كهرباء خلال فصل شتاء القاسي وأشارت الصحيفة البريطانية لأن تصريحات رئيس الأوكراني الذي وصف الوضع في أوديسا بأنه صعب للغاية معترفا بأن الضربات كانت حاسمة أما رياضيا في هذه النشرة يواصل المنتخب الأرجنتيني استعداداته لمواجهة منتخب كرواتيا غدا الثلاثاء في نصف نهائي كأس العالم 2022 وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى نصف النهائي عقب تغلبه على نظيره الهولندي في ربع نهائي بركلات الترقيح بنتيجة أربعة مقابل ثلاثة بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدفين لكل منتخب كما يستعد منتخب كرواتيا لمواجهة الأرجنتيني في نصف نهائي كأس العالم وأصعد منتخب كرواتيا إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على البرازيل في ربع النهائي بركلات الترقيح بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التعادل في الوقت الأصلي دون أهداف ثم الإضافي بهدف لكل فريق ختم سابع مشاهدين ولم يتبقى سوى التذكير بأبرز ما جاء فيها من عنوين الرئيس السيثي يؤكد على مسيرة التعاون المتميزة بين مصر وفرنسا بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة تعطي الأولويات لجهود تعزيز الدفاع الجوية لأوكرانيا وزارة الدفاع البلاروسية تعلن أن الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا مقلقة وللمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق أكستر نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كودة الظهر على الشاشة شكرا لكم على طيب أن متابعة كنت معكم نسرين فؤاد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر